صورة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها في صلاة الفجر يوميا وحذرنا من عدم قراءتها ماذا يحدث لمن يقرأها ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع فالدهل على الخير كفاعله أخجلوا من الله عز وجل إذا ناد المنادي للصلاة وصدح بصوته الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فأعجل لتلبية النداء حبا لله تبارك وتعالى وإرضاء له واستجابة لندائه وتقربا منه وخجلا فما بال الذين لا يسمعون وإذا سمعوا لا يلبون أين سيذهبون بوجوههم من الله الحي القيوم يوم يقوم الناس لرب العالمين نسأل الله لنا ولهم التوبة والثبات على طاعة الله عز وجل للفجر رائحة شهية وصوت عذب من السماء ليخبر أهل الأرض أن الله عز وجل أكبر أن الله تعالى أعظم وأعلى وأجل وأن الله تبارك وتعالى أحب إلى عباده المؤمنين من النوم ومن غيره من شهوات ولهوات الدنيا أحب الله عز وجل هذا الوقت واختاره لنا فنفرح بأننا امتسلنا لأمر الله عز وجل وأن الله عز وجل أبعد الشيطان عن طريقنا بقيامنا للصلاة ذلك فضل الله وتوفيقه ورحمته بنا إذ يحاول الشيطان أن يمنعك من القيام إلى صلاة الفجر فيوسوس به الشيطان إلى المؤمن حتى ينام عن حزبه وقيام الليل وصلاة الفجر ويسأل الله عز وجل الملائكة وهو أعلم سبحانه كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرجوا الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وصلاة الفجر نور لصاحبها يوم القيامة فعن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواه ابن ماجا بسند حسن ورقعة الفجر أي سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها فما بالك بفريضة الفجر روى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أم عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رقعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وهما سنة الفجر فإنها هي راتبة الفجر فإذا كانت سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها من أموال وقصور وأنهار وزوجات وغير ذلك من الشهوات والملذات فكيف إذن بفضل صلاة الفجر نفسها قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الرقعتين أي رقعتين الفجر في السنة كان صلى الله عليه وسلم يخففها حتى أقول أقرأ بأم الكتاب ويقرأ مع الفاتحة في الرقعة الأولى بقول يا أيها الكافرون صورة الكافرون وفي الرقعة الثانية بقول هو الله أحد صورة الإخلاص أما في الأولى يقرأ أقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإصحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وفي الثانية يقرأ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهد بأن مسلمون صدق الله العظيم صورة العمران قيل وكان يقرأ بهاتين الآيتين أحيانا وكان يقرأ بالكافرون والإخلاص أحيانا أخرى فمن عرف هاتين الآيتين قرأ بهما ومن عرف الكافرون والإخلاص قرأ بهما ولا حرج عليه وواحدة منهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن جابر بن سمرى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم ولكنه كان يخفف كانت صلاته أخف من صلاتكم وكان يقرأ في الفجر الواقع ونحوها من الصور عن جابر بن سمرط رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها فكانت صلاته تميل إلى التخفيف هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة